اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلال ندوة صحفية قال وزير الصحة فوزي مهدي انه علاوة على دعم الاجراءة الوقائية فان الوزارة بسدد العمل على تحسين التكافل بمرضى كوفيد 19 قمنا بالتنسيق مع النقبات قطاع العام وقطاع الخاص مع الاطباء ماشي يكونوا يتكافلوا بالمرضى في منازلهم في اقرب وقت حتى لا تتعاكر حالتهم حتى نقص الضغط على اقسام استعجالية وعلى اقسام الانعاش قادمت تطوره في منظومة اتصال بين الطبيب والمريض هو تابع لطب عن البعض حذرنا امر مش يصدر قريبا ان شاء الله خاص بالطب عن البعض وحذرنا بلاتفورم تتم بها الاتصال بين الطبيب والمريض بصفة سريعة ويتكافلوا به ويتلهوا به هو في دارك قررنا اقتناء اجهز التنفس مش نحطوه على ذمة الاطباء في الخطوط الاولى وفيما يتعلق بوضع المستشفيات في علاقة بكورونا افاد وزير الصحة بوجود 268 سريرا خاصا بالكوفيد بالمستشفيات المحلية يقيم فيها حاليا 64 مريضا فقط في المستشفيات الجهوية عنا 82 سرير انعاش يقيم به حاليا 55 مريض وعنا 515 سرير اكسجين يقيم فيه 300 مريض في المستشفيات الجامعية عنا 153 سرير انعاش يقيم بهم حاليا 144 مريض و579 سرير اكسجين يقيم فيهم 427 مريض في مستشفى المنزى مستشفى الميداني عنا 80 سرير اكسجين يقيم فيهم 35 مريض اما عن الوضع الوبائي الحالي سيما في علاقة بالاجراءات الاخيرة قالت نصف بن علي مديرة المرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة والناتق باسم وزارة الصحة لا يمكن في الوقت الحالي تقييم فترة تشجيد الاجراءات الوقائية مشيرة الى تواصل التسجيل اليومي لحالات الوفيات والحالات الخطرة وحالات العدوى بالفيروس كيف قاررنا ثلاثة فترات اللي هما من اول سبتمبر ومن بعد جمعتين في اكتوبر والجمعتين اللي تعديوا الاخرانيين قلنا اللي فما في بعض المناطق فما من حالات قاعدة تزيد ونسبة الوفيات قاعدة تزيد في مناطق اخرى نسبة الظهور قاعدة ما تتقلص شوية وفي مناطق اخرى اللي هي قاعدة ستابل اذا حاليا ما نجمش نقوله اللي فما تراجع للوضع الوبائي الوضع الوبائي ما زلنا الرقب فيه وما زلنا نقيم فيه الاجراءات اللي تم اتخاذها وزير الداخلية توفيق شرف الدين كده من جهته على ان عمل وزارة الداخلية كان في المعضدة مبنيا على تدرج اشار الى انه مع تنام انتشار الفيروس تم تحرير عدد كبير من المحاضر ضد المخالفين الاجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا محاضر عدم حمل الكمامة فاقة الـ 23500 ثم تحرير محاضر حاضر الجولان فاقة الـ 5300 وايضا ثم حتى غلق محاضر تجارية وسط فاقة كذلك الـ 500 نحب نأكد وانه حاضر الجولان مش منطلقة لحد من حريات او لأسابة معناها بنسب الحقوق والحريات العامة لا هذا مطلب اعتقد انه هو مطلب يطلب المواطن قبل ما تفرض السلطة وذي روما النقطة المختلفة اللي تخيل نضرب حضر الجولان من منظر اخر وفي عالقة ببعض الملاحظات حول عدم احترام حضر التجول او اقامة الحفلات وعدم التجمع اشار وزير الداخلية الى اعطاء تعليمات بضرورة الرفع في درجة الجدية في التصدي للتجاوزات بكل الاجراءات القانونية المتحة ولن يكون وفقه هناك اي تسامحة مع الاخلالات باجراءة التوقي وفي تحين الوضع الوبئي لوزارة صحف تونس فانه تم امس تسجيل الف ومائتين وسبع وثلاثين اصابة جديدة وتسع وعشرين حالة وفاة وفي متبعة الوضع الوبئي في عدد من الجهات فقد توفي امس ثلاثة اشقاء مصابين بفيروس كورونا كانوا مقيمين بالمستشفى الجهوي بالمكان لتلقي العلاج وترجحها المعطيات الصادرة اليوم عن اقارب المتوفين وفاة والدتهم ايضا التي تدهورت حالتها الصحية كما سجلت ولاية منوبة امس اربع وفيات جراء فيروس كورونا وثمان وثلاثين اصابة جديدة بالوباء وعلى اثر ورود نتائج عدد من التحليل تم رفعها مؤخرا بيسليانا تأكدت اصابة اربعة واربعين شخصا بالفيروس وفي ذات السياق اعلنت الادارة الجهوية للصحة بسفاقس وفات ثلاثة اشخاص حاملين للفيروس واكثر من تسعين حالة ايجابية وفي ذل ارتفاع عدد حالات الاصابة والوفيات بكورونا تسجل بعض الجهات على غرار ولاية مدنين حالات شفاء حيث سجل تعافية واحد وعشرين مصاب بالفيروس بالولاية ليرتفي عدد حالات الشفاء إلى خمسمائة وتسع حالات ومئة وثلاث حالات شفاء بسفاقس في جربا وأمام التزايد المستمر للإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الساعات القليلة الماضية تتكثف الحملات التحسيسية التطوعية لمكونات المجتمع المدني في الجزيرة للتأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي وخاصة في الفضاءات العامة للحد من انتشار العدوى في جزيرة جربا سجلت مدينة حنتسوق في الساعات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد الحالات المؤكدة الحاملة لفيروس كورونا ما جعل اللجنة المحلية للتوقي من هذا الفيروس تكثف من أنشطتها التوعوية خاصة في الفضاءات العمومية مثل الأسواق وغيرها للتوقي من هذه الجائحة كل هبط على الميدان استجابوا انضموا الخليط الأزمة شدين في الإطار التحسيس والتوعية والتوزيع الكمامات مشكورين كيف كيف الخلايا اللي في الأحياء قاعدة تخدم في الكمامات الورشات اللي تخدم في الكمامات معنا تقريب معدل 250 كمامة كل يوم يتوزعوا في الأسواق الحالات العدوى كثرت وعدد المفايات كيف كبر دونك دينا خموا في طريقة استشرافية كيفاش نتعاملوا في مستقبل لقدر الله زاد الوضع الوبائي منها انتشر أكثر حملات مكثفة للتطوع في مختلف الفضاءات العمومية في مدينة حمت السوق تسندها مواقف وأراء اللجنة الصحية لحث المواطنين على الالتزام بقواعد وإجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا في مدينة حمت السوق الحالات كل يوم شمالها تتكاثر شمالها تتزايد التاس اللي نعمل فيهم بوزيتيف كل يوم في تزايد الأموات عنا في تزايد اللجنة الطبية قامت باجتماع نهار سبت نهار لحد مع اللجنة الصحية في نطاق البلدية وفي نطاق الواحد فم برشة نقاط سوداء نشوف وشتر العبيد قاعدة مهيش واعية مهيش عارف الفيروس شنو هو فمع باجت قاعدة تلبس الوابط كيك تزينا فمتعرش حتى كيف تتسعم البابات اسم الكمامات هذه حاجة أجباري عليش واحد يحمي يروحه ويحمي الناس ويحمي الزغر ويحمي عقب نسلي جزيرة جربة في الموجة الثانية من فيروس كورونا توجه جديد من مختلف الفعاليات لتوحيد الجهود حتى تكون الاستفادة على أوسع نطاق والتوقي له نتائج إيجابية لكافة متساكنية الجزيرة والوافدين عليها وعلى المستوى الدولي تزيد الدول الأوروبية في رفع قيودها للحد من تفشي انتشار فيروس كورونا فقد وقع رئيس الحكومة الإيطالي جوزي بيكونتي البالحة مرسوما يقضي بحظر تجول في جميع أنحاء الأراضي الإيطالية بداية من العاشرة ليلا كما فرضت إيطاليا قيودا أخرى سيعلنها اليوم رئيس الحكومة الإيطالية ومن المنتظر تطبيقها حتى الثالث من ديسمبر القادم بما في ذلك أغلاق مراكز التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع ومن جهتها أعلنت السلطات الفرنسية أنها تدرس إعادة فرض حظر التجول ليلا في باريز ومنطقة إيلدو فرنسا المحيطة بالعاصمة بسبب تجاهل السكان لإجراءات الحج الصحي وتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا وعرض المتحدث باسم الحكومة جابريالاتا لحظر التجول الجديد كأمر واقع غير أن مكتب رئيس الوزراء قل إن القرار النهائي لم يتخذ بعد عودة إلى الشأن الوطني ومع انطلاق الموسم الفلاحية الجديد تطفو على سطح عديد الإشكاليات التي يعاني منها الفلاحون في الكثير من مناطق البلاد إشكاليات من شأنها أن تؤثر سلبا على الإنتاج والإنتاجية وأدهم خاصة النقص الفادح للبذول والأسمدة واحتكارها من قبل المسالك الموازية فلحوا منزلة من ولاية نابل وجدوا أنفسهم عاجزين أمام هذه الوضعية التي استنزفت جهودهم في البحث عن مستلزمات الإنتاج مع بداية كل موسم فلاحي يشتك فلاحوا منطقة منزلة من ولاية نابل من النقص الفادح في الأسمدة والبذور والغلاء المشت في أسعارها الأمر الذي سيؤثر سلبا على مردودية منتجاتهم الفلاحية الزراعات الكبرى بصفة عامة ما تنجح وينجح الفلاح إلا بالأسمدة وخاصة المددية اللي هي مفقودة وموجودة شوية في الأسواق في الموازية وبأسعار مشتة منها المئة كيلوغرام فما ديفيرينسا منها بعشا دينارات وأكثر نفس كل عام نفس المشاكل منها نقص في البذور نقص في الأسمدة الدويات يعني أسعار لا لحولها ولا قوة لا بالله السنة تلقىها سوم العام الجاية تزيد بالخمسين في المئة إذا موش مئة في المئة يعني هذه نحن بالنسبة نحن أصبحت المعضة الكبيرة بالنسبة للفلاح في تونس هي تكلفة الانتاج ويخشى مزارع الحبوب هذا العام من زيادات كبيرة في أسعار الأسمدة الدي آي بي الأساسية للزراعات الكبرى نتيجة سيطرت المضاربين على نشاط واحتكاري وينتظرون لفتة من الجهات المسؤولة لحل هذا الإشكال الذي ستكون تبعاته وخيمة بفورها معناها يجي نهارين وناتلاف أيام وصلنا ساتس فيه بالبفور موجودة لكن الأسم لا تتعدى الموجودة في ولاية نابل يمكن حوالي ألف ألف ومئتين طن من مادة الدي آبي اللي هي ما تغطيش عشرين إلى خمسة وعشرين بالمئة من حاجة الفلاحة يمكن نحن مازلنا نستنو في رحمة ربي وفي الأمطار ولكن يوقفاجات الأمطار مش معناها مش نبديوه في الموسم الفعلي متع الزراعات الكبرى اللي هو في الأصل ينطلق في خمسة وعشرين أكتوبر لكن السنة شهد شوية معناها تأخير إذا بدنا في الموسم يهو الأسم ده الموجودة على مستوى لولاية نابل ما تغطيش في أقصى خمسة وعشرين بالمئة من حاجة طالف اللاحة لحد الآن أحنا عندنا حوالي معناها عشرين في المئة اللي تم وضحها وإن شاء الله في الأسباع القادمة يجيبوا المراكز التجميع ولكن بكيميات ضئيلة جدا وهذا ما يخلي الفلاح في حيرة معناها من عدم وضع توفر الأسمدة هذه بالأخص مادة الديابي لا شك أن أزمة الأسمدة ستعمق الصعوبات التي يعرفها القطاع الفلاحي وفق تأكيد كل المتدخلين فيه الأمر الذي سيدفع عديد المزارعين إلى تغيير نشاطهم سيما العاملين في زراعة الحبوب التي باتت مكلفة في الشأن التربوي ضبطت وزارة التربية تاريخ انطلاق الدورة الرئيسية لاختبارات البكالوريا الموافق يوم الأربعة السادس عشر من جوان 21 وآلفين والأيام الموالية له وكذلك تاريخ دورة المراقبة الموافق اليوم الثلاثة سادس من جوليا القادم حسب قرار وزير التربية فتح السلوتي الذي تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الثلاثين من أكتوبر عشرين وألفين وأورد الفصل الرابع من قرار وزير التربية المنشور بالرائد الرسمي تاريخ افتتاح ترسيم المترشحين عبر الشبكة التربوية يوم غرط نوفمبر الجاري واختتمه يوم الثلاثين من نفس الشهر مقر جديد لدار الشباب المهدي انتهت الأشغال به منذ نهاية تسع عشرة والفين وإلى اليوم لم يدخل حيز الاستغلال بسبب مشاكل تقنية هذا الفضاء ينتظره شباب الجهة بفارغ الصبر لكونه المتنفس الوحيد الذي من شأنه أن يحتضن أفكارهم وإبداعتهم في المشال الثقافي ما يناهز الثلاثة ملايين دينار هي كلفة إنجاز دار الشباب مدينة المهدية هذا المبنى الذي يحتوي أيضا على مركز إقامة وإعاشة بمواصفات معمرية عالية الجودة لا يزال إلى اليوم مغلق بسبب إشكاليات تقنية علما وأنه جاهز منذ ما يقارب السنة دون احتساب تعطل الأشغال التي رافقت هدم المبنى القديم دار شباب المهدية من 2012 برمج المشروع هذية لكن شهد تعطل في مستوى خطر كانت مؤسة قديمة قاعدة تعطيلات في مستوى إعادة الهدم وإعادة البناء طول مؤسة جاهزة تقريبا من جامبي 2020 جاهزة مستوى البنية الأساسية وكما تشوفوا فيها في مستوى التعطيل الذي صار في مستوى الربط بالمؤسة بالشبكة الكهربائية يتم تجاوز في القريب العاجل بيتضافر جهود لكلها صارت إشكاليات في مستوى الربط صحيح فم مشاكل تقنية مركز يقام الدار الشباب بالمهدية انطلق مارس 2017 انتهت الأشغال في نهاية 2019 وحالين الأشغال منتهية كاملة الكلفة المشروع 2.6 مليون دينار نحن الأشغال منتهية ونحن في صدر القبول الوقت للأشغال اللي هي معنى شهد التعافف على المستوى الربط للمركز يقام هذه بشبكة الكهرباء هذه إشكالية فنية معلو خيان مستيق إن شاء الله توقع تجاوز الإشكاليات العالقة وإن شاء الله في القريب العاجل مش يتم ربطها بالشبكة إن شاء الله أكثر من ثماني سنوات ومدينة المهدية تفتقل إلى فضائات لدار الشباب ما جعل أبدأ الجها يتذمرون نحن صغار ما غير تحرمنا من دار الشباب المهدية هي عبارة على تحرمنا من دارنا التانية عندك دار لول تسكنها في العائلة ودارة تانية تسكنها هنا في المؤسسات في الأنشطة وكل احنا نمشي المهرجانات نمشي التظاهرات يجي واحد يقول لك عرف بروح أنا من دار شباب مستير أنا من دار شباب سوسا عبارة على هوية متاع وعرفها احنا يقول لهم دار شباب شنو يقول لهم دار شباب مهدية ومعن ناش دار شباب يقعدوا يتسألوا كيفاش مهدية صنطر فيل كيف يدار الشباب دولة تحب شبابها يتلع مثقف وواعي ومتحذر وقت اللي هي حسكرت لدور الشباب ودور الثقافة ومهاش مخليتهم معنطها ينشط ويعبر ويخلي معنطها المواهب بتاعه وتظهر ويعرف شنو عنده هو معنطها معنطاني نداء لي انه يحلوا دار شباب بش حتى الشباب يتلم ويعرف روحوا يعرف مواهبه يعرف روحوا شنو يعرف حقيقته معنطها كنتونس رايبش ترجع رايبش ترجع بشبابها كنتونس رايبش توقف على سقيا رايبش توقف على شبابها وفي انتظار أن تفتح أبواب هذه المؤسسة قريبا يأمل الشباب المهدية أن تكون الفضاء الذي سيحتدن أفكارهم ومواهبهم وتحميهم مخاطر الفراغ والانحراف اتفاقية وتعاون وشراكة تم إمضاؤها هذا الصباح بين مؤسسات التلفزة التونسية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب اتفاقية تظفي على تلفزة التونسية صفة المؤسسة الأعلامية الشريكة في مجال مكافحة الإرهاب والتوقي منها وبمقتضاها ستساهم التلفزة التونسية في مرافقة اللجنة في خطتها الاتصالية والتحسيسية في مقاومة التطرف والإرهاب من جهة وستعمل اللجنة الوطنية على مرافقة التلفزة لوضع الإطار المرجعي لمدونة سلوك حول التعاطم مع ظاهرة الإرهاب من جهة ثانية الاتفاقية هذه تمكن مؤسسة التلفزة التونسية من الدعم على مستوى مدونات السلوك على مستوى التدريب على مستوى تيسير مهمة الصحفيين في التغطيات الميدانية وحمايتهم لأن حماية الصحفيين في مثل هذه التغطيات هي مسؤولية كبرى تلقى على عاتق المؤسسات الإعلامية وبالتالي هذه الاتفاقية بساعدنا في هذا الجانب الجانب آخر أن نعاضل جهود الوطنية على مستوى مكفحة الإرهاب من خلال الانتاجات المشتركة لتهم الومضات وحتى انتاجات درامية أن الجانب الأمني أو الردعي لا يكفي بالنسبة لنا في الجانب التحسيسي والجانب التوعوي مهم جدا واليوم بالمبادرة هذه بالاتفاقية هذه ستكون التلفزة الوطنية هي الشريك الأساسي بالنسبة لنا كاللجنة الوطنية ومن خلالهم ندعو كل وسائل الأعلام التفاعل والتجاوب اللي هو عمل تونسي عمل وطني عمل اللي يهم الناس كل يعني يهم كل التونسيين ومن بينهم وسائل الأعلام اللي هم ينجمون في الخط الأول لمكافحة ومقاومة الإرهاب في تونس توفي اليوم المنصف والناس الرئيس المدير العام لمركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وكان الراحل قد نقل إلى المستشفى العسكري بالعاصمة الأسبوع الماضي بعد تعكر صحته ويعد الفقيد من أهم علماء الاجتماع في العالم العربي له عديد البحوث والدراسات في المسائل الثقافية والوطنية والدولية كما كانت له عديد الكتابات حول مجتمع القبيلة في ليبيا رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون في أخبارنا الدولية تستمر في مدينة إغدام الساجن بغرب ليبيا محادثات اللجنة العسكرية بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز بعد جولة سابقة عقدت في القاهرة وجنافا ووفق مصدر عسكري فقد تم التوصل إلى توافق كلي على جميع بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وعودة كافة القوات لمعسكرتها وتشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة كافة قوات الطرفين لمقاراتها وسحب القوات الأجنبية من خطوط التماسة مصدر عسكري أكد أنه سيتم مباشرة بعد جلسات إغدام سعادة فتحة طرق بين شرق وغرب وجنوب البلاد كما ستتم إعادة فتح المطارات المقفلة في جميع المدن الليبية تتواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يتنفس فيها رئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية والديمقراطية نائب رئيس السابق جو بايدن وتبقى نتائج متقربة بين المرشحين في الولايات الحاسمة التي من شأنها تحديد اسم الفائز وأظهرت نتائج الأولية تقدم المرشحة الديمقراطي جو بايدن حتى الآن ب238 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 213 صوتا بالمجمع لدونالد ترامب وبعد وقت قصير من أعراب بايدن اليوم عن ثقته في تحقيق الفوز في الانتخابات بمجرد الانتهاء من فرز الأصوات ظهر الرئيس المتهي ولايته دونالد ترامب من البيت الأبيض ليعلن بدوره الفوز ويتهم الديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات منه دون أن يقدم أي دليل وتأتي هذه الاتهامات في الوقت الذي لن يكتمل فيه فرز ملايين الأصوات في سباق متقارب لن يتم حسمه قبل الانتهاء من فرز الأصوات قالت متحدثة باسم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد أن الجيش بدأ عمليات عسكرية في إقليم تيجاري وذلك بعد ساعات من صدور أمر من رئيس الوزراء بالانتشار في المنطقة عقب اتهام حكومة الأقليم بمهجمة القوات الاتحادية مضيفة أن العمليات بدأت بالفعل وأجرى إقليم تيجاري انتخابات في تحدي للحكومة الاتحادية التي وصفت التصويد بأنه غير قانونية وقد تصاعد الخلاف في الأيام الأخيرة إذ اتهم الجانبان بعضهم البعض بالتخطيط لخوض سراع عسكري في أخبار رياضة يعقد منظر الكبير مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم هدان الخميس وانطلاقا من منتصف النهار ندوة صحفية عن بعض عبر تطبيق تيزوم سيقدم من خلالها قائمة اللاعبين المدعوين للتربس التحذري الذي سينطلق في الثامن من نوفمبر الجاري بالإضافة إلى برنامج التحذيرات استعدادا لمواجهتي تنزانيا في الثلاث عشر وسبع عشر من الشهر الحالي لحساب تصفيات كأس الأمم الإفريقية يحتضن أستاذ القاهرة الدولي مساء اليوم نصف نهائي مسابقة كأس رابطة الأبطال الإفريقية عندما يلاقي زمالك المصري فريق رجاء البيضاوي المغربي انطلاقا من الساعة الثامنة وكان الزمالك المتأهل للمرة العاشرة في تاريخه إلى المربع الذهبي والساعي نحو مشاركة ثامنة في المباراة النهائية قد حقق الفوز بهدف دون مقابل في مواجهة الذهب خضع أسطورة وكرة القدم الأرجنتينية دياغو أرماندو مارادونا إلى تدخل جراحي على مستوى الدماغ لاستئصال ورم دموي في وقت متأخر من ليلة أمس لكنه لا يزال تحت المراقبة الطبية المستمرة حسب ما أعلن طبيبه المباشر ليو بولدولوكي الذي أضاف بأن مارادونا تجاوب جيدا مع العملية وسيبقى تحت المراقبة وكان مارادونا قد نقل على وجه السرعة بعد ظهر أمس إلى العيادة الخاصة بمستشفى لابالتا بالأرجنتين بعد أن عاجزة عن استكمال الإشراف على الحسنة التدريبية لفريقه ختم نشرتنا مشاهدين الكرام وهذا تذكير بعنوينها وزارة الصحة تعلن وضع أجهزة تنفس لمرضى الكوفيد في الخطوط الأولى والتعهد بهم في منازلهم والداخلية تؤكد تحيلة أكثر من 23 ألف مخالفة لعدم ارتداء الكمامات النقص في البذول والأسمدة واحتكارها من قبل المسالك الموازية إشكاليات قديمة متجددة للفلاحين تزيد في عجز فلاحي الوطن القبلي وتستنزف جهودهم يوم حاسم في سباق رئاسة الأمريكية وعمليات فرد الأصوات المستمرة في عدد من الولايات تظهر تقاربا كبيرا في النتائج الأولية بين ترامب وبيدن ونشير في الختام لأنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التوليسية شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر